بقى له كتير؟ طيب ده مش عاوزك تتعلم منه خالص جاس يا ماس تلطيني؟ اه تعالي تفضلي يشبان دي سعلي يا الدكتور سامر العملي الجديدي اهلام سعلم دكتور سامر واخد دكتوراه في نظم المعلومات حاجة كده في الكمبيوتورات انا دلوقتي مش هدرا فهمها مع انه هو شرحلي على فكرة بس انا ابيض في التكنولوجيا على فكرة يعني ايه حاجة ليه علاقة كده يعني بتأمين المنشآت الحيوية بشرف دكتور سامر بيفتح شركة جديدة واخد دور ارضي كده مدخل خاص وكان عاوزنا ان انا نعمل دولة تحت اون حضرتك انا حتى معي شوية صور كده للموقع يعني ممكن لو حضرتك حبة تشوفيهم او كده انا انا ممشوفش صور ايه الموعيد اللي تنسب حضرتك علشان نروح نرفع المقاسات ونعيل المكان على الطبيع يعني لو امكان في اسرع وقت ممكن بكرة او يوم الاربع الاربع يبقى حلو او بس ياريت يكون معاك توسل النهار طيب حاضري يعني على مثلا اتنين ونص ناسبك جميل خلاص حضرتك معاك التلفونات بتعطي الدكتور اكيد انا حتى يعني يبصي معايا الكارت تاعي عليه كل الكنتكتس لو حالك حبيت يعني يكون واكي يبقى انا هكلم حضرتك على الساعة 11 الصبح يوم عشان ناخد العنوان اوكي ان شاء الله بإذن الله شكرا 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 او كررتي تقري بالانجلش العادي كنك بتقري شعر عمر الخيام بالعامية مثلا الفرق كبير بس صعب برضو بس يستهل دي فريدة خطيبة أخويا الكبير أكهيرا فري ازايك أوكي حاضر مالك يا فري في ايه أوكي بص عادر رباب عملت محضر أزبادت فيه الواقع بالكين محضر رسمي بس أنا بقى مش أحقق معك بشكل رسمي دلوقتي أحنا في الآخر زمايل بس من الآخر لو ثبت إنك عملت كده فعلا وده شيء أنا أصلا متأكد منه عشان يعني منوضش نلف وندور على بعض كلنا هنتلط فيها والله يا عمر بيه لو أنت شايف إن كلنا هنتلط فيها زي ما بتقول يبقى ما كانش ينفع تسمع الكلام الفادي للبيت دي بتقوله من الأول وبعدين يا باشا العلم بيه صائعة اتربوا عن نواصي ومعندهمش أي حاجة يعملوها غير إنهم يتبلوا على الناس المحترمين يا راجل وليه غلبانة هترمي بالاها على ظابة سرطة وفي الأس وفي الأس النهار وقدام كل الناس كل دي السياعة وليه لأ يا عمر بيه البيت دي طلبت مني إنها هتقابل الواد الزفت التاحة وأنا رفض يا باشا دي كان فاضل إنها تبوس رجلي بعدين يا باشا أنا حاسس إن البيت دي فيه موضوع بينها وبين الواد دا يعني زي ما تقول كده كانت عايزة تقوله على حاجات من ورانا يا باشا البيت دي ما صدقت إن قلت لها على وفاة راضي ونسيتك في أجازة عشان تساومني لكن أنا رفضت ودت لها الكلمتين اللي يوجعوا عظمها عشان كده قررت إنها تقلب عليها الترابيزة يا راجل عمر بيه إنت نسيت العيانة دي ولا إيه نسيتك باشا لما الناس دي بتتخنق مع بعض ويعواروا نفسهم عشان يتبلوا على بعضه قدامنا يا خلد أنا معرفت شقنه بأي حاجة دا دماغه ناشفة خرص بس طيب وبيحبك بقى أنت عارفة شكراً أنا خليته يمنى لك الكوباية نص مرسي يا فاري لا عرف الحاجة اللي أنا مش فاهمها إزاي عمر ما يبقاش فاهم أنت حاسة إيه؟ لا هو فاهمني كويس وعارف إن حاسة بإيه بس إنما بيجي قصاد شغله بينسى أي حاجة وبينسى أي حد دا بينسى حتى إن هو يحس بيه لا اللي أنت بتقوليه دا بالذات مش حقيقي يا فارينا عمر بيحس بكل اللي حواليه ساعات زيادة عن اللزوم كمان لدرجة إنه ما بقاش عنده مساحة يحس بنفسه مش بيشوفها وانت نفسه في حاجات كتيرة أوي يا فاري انت هو بس على بنت زي الأمر بس أنا مش عاوزة يكمل في القضية دي انت مش فاهم يا خالي الناس دي أسهل حاجة عندهم القدل يعني بعد الشر لو عمر دا راح مني أنا مش عارفة يحساب لي إيه طيب بالرحة ما تعيطيش بقى يا فارينا عمر مش هيجره له حاجة عمر عارف شغله كويس ما تقلقيش صدقيني انحكي بقى أم عائلة اللي ماش عايزة أنا ريزه دا جدعان ما فيش اللي تلاقب في القضية دي يا باشا ولا إيه عايزين نعرف أخرتنا يا باشا نفسينا ندوس على الأسفلت برجلين يا باشا نفسينا نشوف النور بعينينا سعدت البيت عايزين نعرف أخرتنا إيه هتروحونا على رجلين ماشي هتودونا النيابة برضو ماشي هتموتونا برضو نعرف يالله باشا مسانيك يا خلاص يا له قدامي ما تكون بعلامة ايه يا عم سعيد نايم على أدنك ولا ايه هتترزع في مكتبك بيجي التفتيش وبنعاير ادخل حدالي كله تسابت عسان فاتت نزيل دلوقتي حالا يالله متأخرش يا رباب قتيتوا عجل السلام عليكم يا باشا عليكم السلام ورحمة الله ايه أخبارك الحمد لله يا باشا عمتلك لسه أفشا لا يا باشا الحمد لله فكت وبقت زي الفرد ببركة بساعدتك بسا رباب وعمر بيه هو اللي عايزي طلعي له بقى هشوفي عايزة ايه وانت ايه يا عطا منين خير ان شاء الله هو حضرتك مش هتيجي معايا باشا حاضر هاجي معاك يا رباب استنيني هنا يا رباب حاضر يا بيه حاضر يا رباب زاكر عباب لا بدت أرد السلام عليك استغفرت الله حضر يا رباب استغفر على رؤية تلاعب استغفر علي تلاعب تستغفر على ايه يا اخويا ولا ايه ولا ايه يا ابن منطقتي تغاني اتلمي يا ليوبت مش عايز اسمع صوته عاجب 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 الهده اقعودي يا ربابي استريح تستمي يا بي كرا يا عمر بايه؟ صوتك عالي يا باشا صوتي ايه يا باشا؟ هو انفع اللي بتعمله ده يا باشا صوتك عالي يا عادل باشا احنا لسه ما بدقناش محضر رسمي اقعد بقى وهده اقعد دلوقتي رباب عاملة فيك محضر رسمي بتتهمك فيه بمحاولة استدراكها لاختصابها والوقت ده معمول في نفس المحضر وبرضو بينكر وانا مناخر بقى عايز اخلص عشان مش فاضلكم قلنا نجيب الجمل والجمال ولا انت ايه رأيك يا عادف الزابط هو اصوي فيني يا ايمن باشا جماحته في النبطشيه وانا جايلك راح عبدالله ندهله عشان يبقى موجودة وايمن باشا ده انا عبدالله ولا تحب نجيب محضر ونبدأ تحيير اسمع لطوله ونخلص اكتر حاجة بطغزني فيكي? اه انك عارفة ومتأكدة اني دايما هبديك على كل حاجة حتى نفسي لا تجد تصدق بقى ان انا نفسي أشدك لو وصلت على نفسي كنت قاعدة كده مدية ظهرك للباب حيث ان اي حد يخش هشوف حتة كده من خدك وصايب الباب مفتوح في وقت متأخر كده ده بصتي على المنظر ده أكيد هتعرفي ان اللي قاعدة دي لازم تكون مستنى يا حد ومتأكدة انه جاي وحو جاي تخده لي بقى مبدي له ظهرك كده ولا ايه العيون دي من فاشة تزال خلص اموت عصر بعد الشر بقول بعد الشر يعني يا سيدي يا باده وي ايوة با عمر انت بجادت حتسيب القضية بتاعت راضي عشاني انا بشار تقول ايه هو مشوفش دموفي لعندي ابدا لحد ما موت طب ممكن تبطل تتكلم في الموت حاضر فريدة بابا انت بكلمي نفسك يا فريدة مالك يا بيت في ايه انت هفضل تبصيلي كل شوية عادل بيه انا هكرر هلك تاني احنا في الاول وفي الاخر زمايل وانا لغاية دلوقتي مش عايزة صعد الموضوع ومشي في شكل رسمي والبهوات اللي موجودين هنا دول موجودين عشان حضروا كل حاجة من الاول للاخر لما الست سمع جات عشان تشتكيك وهم في الاخر اللي لبوها يعني كده كده هم موجودين موجودين جراء يا عمر بيه البتي دي سمعتها زي الطابل في المنطقة كلها بتعمل تحريات عنها يا باشا هي والوضع الصائع اللي معاها ده قبل ما تعمل اي اجراء قانوني او رسمي انا يا باشا بحسي بفكرك بالموضوع ده عشان ما انتحكش علينا القيادات بتاعدنا طبا باشا انا خلصت كلامي وهيستأذن عشان عندي شغل كدير عدل بيه اخبار لي خبت اللي بتماغك من ورا ايه يا بيه انت بتقول ايه يا بيت انا اسمي رباب رباب حسني الجمل عمر بيه الباشا واخد مني بطحة لما رضعت له دماغه في ازاز العربية وكنفس اليوم عربية الباشا تسرقت اتلمى يا بيتة بدل ما بسح بكلامتك الارض من الملمومة هي باشا وقعدة عالكورسي ولا تكونش شبتري قومت جراءة عمر بيه احنا هنفضل في العبط ده كتير عربية تكفيني يا عدل بيه عربية عربية ماتمالك بعربية عدل يا كومي وشرف ابويا لما تعدلت معايا في الكلام لالغي لعدة الحب دي واخليها لاسمي با اعلى مفخلك اركابه يا عمر اعلى مفخني لو ركبته هيدهسك هيصويك بالعرض اللي انت واقف عليها دي ولا تلعب امرك يا باشا الباشا جالك التلاجة ليالا اه كان بيسالنا عن حكاية رباب اباشا انا بيتكلم على المرة التانية كان محروق اباشا وبيطلع حرقته علي وطلعها بالطول والعرض يا باشا مين الا اللي عوارك في دماغك كده اه انت هيطلع نسيفك عدل باشا اقسم من الله يعني الوقت كان محطوط في التلاجة على زمتي ومع ذلك دخلت له التلاجة معوّرته ايمن بيه هو الوقت ده لو كان فايس في يده كمين لو هتلط فيها بعد اذن ايمن باشا محدش حشيلها غيرك عمر بيه يعني الموضوع ما بقاش بينك وبيني رباب بس انا شخصيا ملطوط كل زباط الاسم هيطلقته اهو اللي اقدم مني ومنك الهالك اهو يعني لو ما قعدتش كده وهديت وفكرت وسبتنا نشوف حل للعكة السودة اللي احنا فيها دي النارة هتتفتح عليك من كل الزباط في الاسم ها تحب تقعد ونتكلم ولا تحب تمشي اللي عندنا قلته يا عمر يا سلطان واللي تعرف تحمله عمله سلام سلام مرحبا سلام سلام ونثال مرحبا 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 لذب هعملي يا باشا لا انت مش هتعملي حاجة يا ربا وقت احنا للعنام بتي قومي رواحي دلوقتي لو رحتك تكفي حاجة هبعثلك فين المحضر يا صابي؟ جاي رأي مني ترمعني صابي باشا عايزك تاخد الوقت ده ولا عالي اللي معافك مكتبك تاخد أخوالهم ببكرة الصبح ترحالهم عنني هذا تمام عمر بي رباب فيش هود عيان على واقعة الاتدائع لكي؟ لا يا باش مبيش خد عبدالله على مكتب صوري تمام يا باشا يلا عبدالله قدامي ألا قدامي دلوقتي يا رباب بالوقت ده هيروح الننابة وينكر كل حاجة وبالكتير هيتعاملوا معاها لإنها واقعة تحرش فإذا عرفوا يثبتوها أصلا وهخرجوها رباب وهو ده قانون يا باشا؟ أنا بس عايزك تتمسكي بأقوالك في المحضر ومتجبيه السيرة خالص إن انت اللي روح تيله موتيليش من حاجة دلوقتي ده كده كده ملطوط ملطوط وصحيفة سوابه ومرميه على الصفة عند بتوع الجرائد والباقي باقي إحنا هنعمله إن شاء الله المهم دلوقتي انت سمعت الحياء عادل هو بيتكلم كان بيتكلم إزاي لو كملنا معاه سكته هتبقى طويلة شوية تحبي تكملي ولا نهديها على كده؟ هكمل يا باشا باش يا رباب هنكمل ده إيه الهانة اللي إحنا فيه ده أولاد؟ باس الباشا عندنا هنا في مصر حبيبي يا أمريكان ده إنت اللي حبيبنا يا غالي اتفضل اتفضل يا أهلا ازاك يا ممارفة تمام يا بسم بي